موسيقى مليمتر وليت الكاف بين الواحد والا 12 مليمتر بين الواحد والا 12 مليمتر أيضا في وليت بنعروس وليت سليانة بين الواحد والثمانية مليمترات وليت تونس أربع مليمترات بتونس قرتاج وليت القاسرين ثلاثة مليمترات بتالع وليت سيدي بوزيد بين المليمتر وحيد وثلاثة مليمترات وليت تطوين مليمتر وحيد بتطوين درجة الحرارة ارتفعت اليوم كانت عموما متروحة بين 23 و28 درجة فسجلنا 26 درجة بتونس الكبرى حالة تقس اليوم عرفنا صحوب عابرة في أغلب الجهات يمكن بعض ظهر تكثفة صحوب هذه في المناطق الشمالية اللي لا تتواصل الصحوب عابرة مع دف المناطق الغربية حيث تكون أكثر كثيفة الريح بشيكون من القطاع الجنوبي عموما البحر شديد الاثراب في الشمال مضطرب في شديد الاثراب في الوسط ومضطرب في الجنوب ودرجة الحرارة ليلة تكون تروحة إن شاء الله بين الـ 15 والـ 21 درجة نتعديو الغدوة غدوة إن شاء الله بش نعفو تقس مغيم جسئيا في أغلب الجهات في الشمال بعض الظهر تتكثف الصحوب بتدريجين نكونوا معنيين ببعض الأمطار المتفرقة والأمطار هذي تكون مؤقتة نارع دية في أقصى الشمال درجة الحرارة ما تتغيرش برشا يوم الغد نكتشفوها مع بعضنا غدوة 27 في الوطن القبلي قليبيا ونابل 26 في تون 27 في بنزرد 25 في باجة 24 في تبارقة 26 في جندوبة أقل شوية في الكاف والتالى غدوة نتوقع 22 درجة 24 في سليانة زغوان تكون في حدود 25 درجة المدنة السحيلية 29 في سوسة 28 في المونستير والمهدية 29 في سفاقس وقرقنا 29 أيضا بالوسط بالقيروان 27 في سيدي بوزيد 23 في القسرين 25 في قفصة 29 في قبس 27 في توزر أعلى بدرجة يوم الغد في كبلي وفي مناطق الجنوب الشرقي جزيرة جربة باش تكون في حدود 28 درجة 28 أيضا في تطاوين ورمادة 30 في مدنين بالنسبة للملاحة وصيد البحري يوم الغد في سيرات وخاليشتون السريح باش تكون جنوبية تتجه إلى غربية سرعتها بين 25 و 30 عقدة تتقاوى بعد ظهر بين 30 و 40 عقدة تجم تتجاوز 45 عقدة أثناء الصحب الرعدية البحر يكون شديد الاثتراب يصبح هائش في شديد الهيجان في المناطق الغربية بالنسبة لمناطق الشرقية ومنطقة خليش جبس ريح باش تكون جنوبية غربية سرعتها بين 25 و 30 عقدة تتقاوى بعد ظهر بين 30 و 40 عقدة البحر يكون شديد الاثتراب ويكون مثرب يصبح شديد الاثتراب في خليش جبس درجات الحرارة في بعض المدنين العربية والأجنبية يوم الغد سماء صافية في نكشات 37 درجة أمتار في الدار البيضاء 23 و 23 في الجزائر 28 في ترابلس 39 في الخرطوم 31 في القارة في البقاء المقدسة متوقعين 36 في المدينة 38 في مكة 31 في مصقط 32 في أبوظبي 34 في الدوحة سماء صافية في الكويت سحب عبره في بغداد دمشق والقدس الشاريف 23 درجة بيروت أعلى بدرجة 24 يوم الغد 18 في اسطنبول أبعد شوية في أوروبا غدوة أمتار في روما مارسيليا بيريز وبركسيل 13 درجة في لندن وفي شبه الجزيرة الإبيرية السحب عبره في مدريد 16 درجة وأمتار في نشبونة 20 درجة تطورات الجوية للأيام القليلة القادمة السحب عبره يوم الاثنين الريح بيش تكون من القطاع الغربي البحر شديد الاثراب في الشمال شديد الاثراب يصبح مثرب في المناطق الشرقية وبالنسبة درجة الحرارة تتواصل في ارتفاع بين 24 و28 درجة عموما وفي حدود 20 درجة في المرتفعات نتعدل اليوم الثلاثاء إن شاء الله السحب بيش تكون عبره تصبح أكثر كثافة بعض الظهر الريح تتواصل من القطاع الغربي البحر يكون مثرب يصبح شديد الاثراب ودرجة الحرارة تزيد ترتفع شوية أوقات الشرق والغروب اليوم الغد غدوى إن شاء الله الشرق على الساعة السادسة واربعة وعبعين دقيقة والغروب على الساعة الخامسة ووحد وعشرين دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات تجمعوا تصلوا بين عقم موزع صوتي ثمان وثمانين وعبعين أربعة صفار تخليوا إرسالات قصيرة على خمسة وثمانين مئة وثمانين وإلا أيضا تزورونا على موقع الويب www.meteo.tay نوفيب أوقات الصالات بالنسبة للغدوة صبح على الساعة الخامسة وستشون دقيقة الظهر منتصف النهار وعشر دقيقة العصر على الساعة الثالثة إلا دقيقتان المغرب على الساعة الخامسة وثلاثة وعشرين دقيقة وآخيرا إن شاء الله العشاء على الساعة السادسة واربعين دقيقة أعزائي المشاهدين شكرا وحسن المتابعة والاهتمام وإلى لقاء